السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في قناة اسراء المطبخ النصري النهاردة ان شاء الله هنعمل ايس كريم اقتصادي وعلى قد الايد وطعمه تخفأ احيام بتعبارها بكثير بسو ماسك نفسه مفيش سايحان بحاجات مكونة بسيطة جدا مش مكلفة وكمان في نفس الوقت هتعم حلو جدا المحارة دلوقتي محتاج الحاجات السائعة من الايس كريمات ودي حاجات اقتصادية عملها في البيت بنضافة ومعروفة انت عملها بزي يلا بنعنا طول نبدأ الوصفة ونسلم باسم الله نقول تعاني ازاي الايس كريم الشوكولة طويلة كريمة يلا بنعنا نبدأ الوصفة ونسلم باسم الله عندي البقديرة بسيطة جدا مش مكلفة خالص عندنا هنا حوالي اربع كبايات من اللبن مسلط لازم يكون فيه تلك لبن مسلط تمام عندي هنا نصف كباية من السكر العادي عندي هنا ربع كيلو من كريم شانتيق اللي هو مفهول سكر خالص اللي هو الخام عندي حوالي 100 جرام من اللبن البودر وعندي شوكولة تبيضة حوالي 200 جرام تمام؟ الباكون 200 جرام وعندي هنا نصف كباية من المياه الدافية هادوب فيها مع لأتين جلاتينة كبارة تمام؟ ده اللي هينسك معاكي القواب بتاع الايس كريم هادوبهم فيها وهسيجهم مرجم لحد ما المياه تبرد خالص عشان ما حطهمش على الكريمة وهي سخنة هادوبهم بالمضرب لحد ما يدوب معايا السكر كده دربت اللبن مع السكر هحط عليهم الكريم شانتين كل المطار بتاعي ربع كيلو من كريم شانتين هون ها مش بسكر عشان احنا حطينا سكر في اللبن هادوب كده لأول قبل مضرب عشان ما يترشوا واخد ربنه كويس في المطار هذه هحط اللبن بودر عندي كله تمام؟ هنا هعوز لبن ثاني فهنجيب لبن ونحط كباية كمان عشان المقدار كل ما يكبر معاكي حطيني لبن ثاني في المرحلة دي احنا ضربنا الكريمة عندي الجيلاتينة فيها كتل شوية صغيرين ها حاول أصفيها بعد ما بردت خالص هنصفي بالمصة صغيرة بالجيلاتينة بتاعيك عشان ما يبقاش فيها تكتلات تمام؟ وهنضرب الخريمة كان عندنا بقى الشوكولاتة البيضة سيحتها وخدت منها شوية يعني أسمت النص يعني خدت نص أبيض ونص حطيت عليه ككالة ليه بقى أنا ما جبتش شوكولاتة ضرب؟ علشان أنا نقصد الشوكولاتة تضرب يعني فيها سنة مرارة شوية فهتخلي الايس كريم معاجي مش حلو زي الشوكولاتة الجيدة وللأسف ما لقيتش شوكولاتة بالحليب كانت خلصانة فإحنا نتصرف اهو صص شوكولاتة بني ربطها الكمية كلها فهقسم الكريمة وهناعمل نص بالأبيض ونص بالشوكولاتة الجمعة بص اهو قوان بتحرق اهو علشان ما تقوليش تنيها تقيلة وهتخرز معاكي لأ مش هتخرز خالص هتبقى عادية جدا وهو رهالك برضو واحنا نضرب هنا عسامنا الكريمة نصير هنا عندي الشوكولاتة البيضاء بص اي سبين ولا تقول لي بقى حليب مكسف احنا عملناها بكل طوق عملته بالحليب المكسف وبالعادي وبكل حليب وبالكريمة الباني احنا هنا مستخدمناش كريمة البانية خالص يعني مش متلف بالمرة تمام حضرة بقى الكريمة مع الشوكولاتة الشوكولاتة البيضاء مع الكريمة هناعمل بقى نحط الشوكولاتة في الدرد ما احنا عملناها برضو في البيت مش هنجيب نوعين شوكولاتة في نوع واحد بس وهن نرعب في بروحيتنا بقى اي لون عندك عايزة تحطيه مش شرط ان هو يكون كاكاو ممكن تعملها بالالوان كلها في الوان جزائية كتيرة جدا بتنفع للحلويات فانت تجيلي الشوكولاتة البيضاء علشان تعملي فيها لانت عايزة تمام بانت رقق بالجزء للشوكولاتة صح ملحوظة عشان متقوليش ايه للشوكولاتة كانت سخمة لأ انا عملتها على حمام المياه على النار وبعد كده بتاعة تبرد تماما فأثناء ما هي بتبرد حطت له يعني اسمت نص الشوكولاتة سيّحتي نص والنص التاني انا معرفش اشتاها تصور معاكم الجزء ده معلش سيحت نص الشوكولاتة والنص التاني خطيته بعد مساح الاولاني على النار علشان يسحب الحرارة بتاع التسيح بتاع الشوكولاتة فلازم تكون بردة خالص على الكريمة قبل ما تحطيها علشان ما تعملش معاك ما تسيحش الكريمة معاك علب فاضية اي علب عندي تحط فيها انا عندي علب اس كريم اللي هي كنا بنجيبها الاول فاسترلتها وخليتها عندي فهنحط فيها عندي خطيت كده في الكيس عشان اعرف اتحكمت في المستوى فعمل نص شوكولاتة ونص بيضة عندي القبيض ونجبه وحرش فا ما تخفيش من الساعين بداخلها ادخش الفليزر فا هاتي قمت كده قضينا الكريمة هنزوية شوكولاتة كده المستوى الاثنين بقى واحد هعمل كده لان لو فيه اي هوا ده العلبة يطر بصر اشوفها حلو جدا بصر اشوفها حلو جدا من الشوكولاتة كده القاس كريم بداعنا بعد ما صغطناه في العلب بداعيتنا بسمه ما شاء الله عملت خمس علب كبار حلوين جدا عرفها من ربع كيلو كريمة عملنا الخميلة كلها شوفوا بقى العلبة بيجي بيها كان بقى دقيق من برا وحسبي الحزبة بتاعتك هتلاقيها مغفرة جدا جدا واحلى وانضف المتاع برا بكتير جدا عملت اه اربع علب نص ونص وكبان العلبة اللي في النص عملتها مربل يعني عملت شوية كريمة وشوية اه شوكولاتة ودخلتهم في بعض فا اه اعملي في البيت احلى واجمل المتاع برا وانت ضمنها اتعمل ازاي وبعد كده الدي ميخر جدا فعايز حاجة اقتصادية وحاجة سريعة اعملي الايس كريم ده وعلى ضمنتي تعمه عشرة من عشرة يا رب يكون نال اعجابكم الفيديو بتاع النهاردة واستنون الفيديو هاته احلى واحلى ان شاء الله واترككم فرعين تتلاقيه بس ما تنسوش رايك وشير للفيديو وننزل نفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من عندي واستنعام عليكم ورحمة الله وبركاتب